بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين يقول المصنف رحمه الله تعالى باب صلاة الاستسقاء الحديث الأول عن عبد الله بن زيد بن عاسم المازني رضي الله عنه قال خرج النبي صلى الله عليه وسلم يستسقي فتوجه إذا القبلة يدعو وحول رداءه ثم صلى ركعتين جهر فيهما بالقراءة وفي لفظ إذا المصلى بسم الله الرحيم الحمد لله رب العالمين حمدا كثيرا طيبا مبارك فيه وصلى الله وسلم وبارك على خير خلقه نبينا محمد سيد الوين والآخرين والمبعوثين رحمة للعالمين وعلى آله الطيبين الطاهرين وعلى أزواجه الطاهرات أمهات المؤمنين وعلى أصحابه الغرل الميامين واتبعين ومنتبعهم بإحسان إلى يوم الدين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العلم حكيم اللهم علمنا من فعونا ونفعل بما علمتنا وزن علمه ونسألك اللهم علما نافع وقفا خاشع وزن ذاكرة وعامنا صالحا متقبلا وتجارة لتبه ونعوذ بك الله من علم لا ينفع ومن قلب لا يخشع ومن عين لا تدمع ومن نفس لا تسبع ومن دعوة لا يستجاب لهم ونسألك اللهم الإخلاص والإحسان والتوفيق والتثبيت والتسجد والقبول في القول والعلم والعمل قد رحمه الله تعالى باب الاستسقاء أو باب صلاة الاستسقاء هذا الباب عقد مصنف ببيان أحكام صلاة الاستسقاء والاستسقاء هو طلب السقياء يعني الطلب من الله أن يغيث العبادة والبلادة بالمطر والخير الكثير فالاستسقاء من السقي والألف والسين والتا كما يقول لأهدو اللغة تأتي لثلاثة معاني تأتي للطلب استسقاء يعني طلب السقية استعانى طلب العونة استغاثى طلب الغوثى استغفرى طلب المغفرة وهكذا وتأتي بمعنى التحوين أو الصيرورة مثل استحجراء 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 الطين بمعنى صار حجرا سرقاسي كالحجر ويقول استنوق الجمل استنوق الجمل يعني أنه اصبح كالناقح ليس ذكرا فحلا ليس ذكرا فحلا بمعنى صار كالناقح تحول إلى ما يشبه النقى استنوق الجمل وتأتي زائدة بمعنى لا تفيد لا صيرورة ولا تفيد طلبا مثل كقوله استباحة استباحة بمعنى أباحة بمعنى أباحة إذن هي ثالث في هذه المعاني الثلاثة فيكون استسقاء أو الاستسقاء يعني طلب السقيا طلب السقيا والاستسقاء طبعا هو طلب الطلب من الله عز وجل أن يغيث الناس بصفة خاصة أو بهيئة خاصة وهي الصلاة السقاء التي سوف أتكلم عنها إذن السقاء مصطلح هو في اللغة طلب السقيا وفي الإصطلاح طلب الغيث بهيئة خاصة أو بصفة خاصة وهي الصلاة التي سوف أتكلم عن أحكامها قال عن رب الله بن زيد بن عاصم المازني رضي الله عنه قال خرج النبي صلى الله عليه وسلم يستسقي يعني يطلب السقيا فتوجه إلى قبلة يدعوه وحوذ لداءه ثم صلى ركعتين جهرة فيما بقرة إذن السقاء له صلاة الخاصة له صلاة معنا مرة معنا الصلاة المعتادة الصلاة الخمس ومر معنا صلاة الجمعة ومر معنا صلاة العيدين ومر معنا صلاة الكسوف وهذه صلاة السقاء إذن هي هذه أنواع الصلوات وسوف يتمعنا صلاة الخوف لكن صلاة الخوف هي من جملة الصلاة الخمس إنما تتغير لهيئة بسبب الخوف كما سوف يأتي لكن عندنا الصلاة المعتادة وهي صلاة الخمس صلاة الظهري والعصري والمغربي والعشائي والفجر هذه معروفة وصلاة الجمعة وهذه في الأسبوع كما هو معلوم ومر معنا الكلام عليها وصلاة العيدين وهي أيضا صلاة الخاصة تتعلق بالعيدين عيد الفطر وعيد الأضحى وتكلمنا عنها فيما سبق وأيضا صلاة الكسوف أو الخسوف يعني كسوف الشمس أو خسوف القمر ومر معنا الكلام عنها في الجلسات الماضية بمعنى أنها إذا حصل كسوف الشمسي أو خسوف القمر فإن المسلمين يفزعون إلى الصلاة كما أرشده النبي صلى الله عليه وسلم إذن الكسوف صلاة خاصة كما رمى معنا بهيئتها وصبتها وطول قيامها وركوعها إلى آخره هذه نوع آخر وهو صلاة الإسسقاء صلاة الإسسقاء في معنى صلاة من أجل أن نطلب المسلمون من ربهم أن نغيثهم وهذه تكون حينما يحصل جذب إنما يحصل جذب أو تجف الأبار أو يقل الماء أو تجف الأنهار فإن المسلمين يفزعون إلى ربهم ويستسقون ويغيثون ربهم هذه الصلاة حينما يصيبوا الناس جذب ويحتاجون فإنهم يقيبون هذه الصلاة وقال علماء أنها إذا لا تحتاج إلى إذن الإمام لا تحتاج إلى إذن الإمام لأنها حاجة قائمة لأهل هذه البلدة أو هذه المنطقة وهذا الرقع من الأرض أصابها جفاف أو أصابها أو جفت أباروها أو جفت أنهاروها ويحتاج إلى أن يلجأوا ويفزعوا إلى ربه ولهذا قالوا إنها لا تحتاج إلى إذن الإمام وأيضا يمكن كما يقول للعلماء أن أهل بلد يستسقون من أجل إخوانهم مثلا إذا كنت عندكم مياه ومطار وعندكم أنهار لكن بلاد المسلمين أصابها جفاف سواء في الشرق أو في الغربي وتقومون أنتم بصرات الأستسقاء من أجلهم بمعنى تدعون أن الله يغيث إخوانكم الذين في الجيلة الفلانية أيضا هذا قال بالأمان مشروع سواء تطلب السقية لك ولأهل بلدك أو تطلب السقية لإخوانك المسلمين الذين عصابهم جفاف فهذا كله أيضا سائغ وقالوا إن صفتها وأحكامها كصلاة العيد كصلاة العيد وسوف يتبعنا شركنا فيها تفصيلا لكن هي تكون كصلاة العيد بمعنى أنها تكون بعد طلوع الشمس الصباح وخروج وقت النهي ويخرج المسلمون ولهذا أيضا من ترتيباتها أن إما الإمام الأعظم أو ولي الأمر يوجه بأن تقام صلاة السسقاء في المطرة التي يحكمها ويحدد يوم يوم الفلاني تقام صلاة السسقاء فيتهي المسلمون ويخرج في ذلك اليوم بمعنى أنه يحدد يوما يخرج الناس فيه ليصلوا هذه الصلاة أو أنها لا تحتجل إذن الإمام كما قلنا وإنما مسؤول البلدة قد يكون القاضي قد يكون الحاكم الأقليمي أو المحافظ مثلا أو القاضي هو الذي مثلا يدعو يقول يا أخواني في اليوم الفلاني سوف نقيم صلاة السسقاء وغالبا يعني الذي يحصل أنه يحدد أياما من أجل أن يتهيأ الناس ما معنى يتهيأون بمعنى أنهم يرجعون إلى ربهم فيأمرهم بالتوبة والاستغفار والصدقة ورد المظالم من أجل يعني يتخففوا من ذنوبهم ويذهبون إلى ربهم يدعون ربهم وهم على إن شاء الله توبة صادقة وعلى توبة النصوح وعلى أمل أن يكون حالهم خيرا من ماضيهم ومستقبلهم خيرا من حاضرهم بمعنى أنهم يقدمون بين يدي هذه الصلاة الصدقات ويقدمون توبة ويقدمون استغفار ويقدمون تحلل من المظالم ولهذا يدعى لها قبل أيام من أجل أن يتهيأ المسلمون وأيضا يستعدوا ويرجعوا إلى ربهم قبل أن يتوجهوا بالدعاء إذن هذه من ترتيبات هذه الصلاة بمعنى أنها يدعو لها الإمام أو يدعو لها حاكم المنطقة أو البلدة ويحددون يوما يخرجون فيه وأيضا كما قلنا في الصلاة العيد أو السلسة العيدين أنها تصلى في الصحراء تصلى في مصلى العيد وهذا هو الأولى يعني يبرزون ويدعون كذلك السلسة يكون في مصلى العيد أو في مصلى الصحراء الخاصة المحددة لهذه الصلاة ولو صلوا في المساجد فلا إشكال ولو صلوا في المساجد فلا إشكال إذن هذا يتعلق بشيء من ترتيبات صلاة والسقاء وسوف يتيب الكلام على صفتها قال عن عبد الله بن زيد بن عاصم المازني قال خرج النبي صلى الله عليه وسلم يستسقي فتوجه القبلة أولا هذا يدل على أن للاستسقاء صلاة الخاصة أبو حنيفة رحمه الله يرى أنه ليس لها صلاة وإنما دعاء يدعاء في خطوة الجمعة مثلا أو في دعاء وليس لها صلاة خاصة ولكن الأدلة ودعاء الجمعة على خلافة بل حتى أصحابه رحمه الله أيضا خلفوه أصحاب حنيفة يرون كما يرى جمهور أن للاستسقاء صلاة الخاصة وسوف يأتي كما قلت بيانها ولهذا الحديث بالنبي قال خرج النبي صلى الله عليه وسلم يستسقي بمعنى أنه خرج خروجا خاصا من أجل صلاة للسلسقاء والتي سوف يتبينه بالحديث الذي بعد هذا قال خرج النبي صلى الله عليه وسلم يستسقي فتوجه إلى القبلة يدعو طبعا هذا بعد الصلاة بعد الصلاة كما سوف يأتي معنا بعدما يفرم الصلاة ويحث المسلمين على التوبة وعلى آخره خطبة خاصة وصلاة أيضا خاصة ثم يقوم ويتوجه بعدما يفرغ من الخطبة يتوجه إلى القبلة ويقلب رداءه ويدعو على سوف ربيد شرا في الحديث الذي بعد هذا قال خرج النبي صلى الله عليه وسلم يستسقي فتوجه إلى القبلة يعني يجعل واجهه نحو القبلة يدعو وحول رداءه لأنه أيضا من سنن صلاة السقاء أن يحول الرداء بمعنى يجعى طرفه الأيمن هو الأيسر وأيسر هو الأيمن وقال علمانها تفاؤل في أن الله يبدل الحال في حال خير منها فتوجه إلى القبلة يدعو وحول الله ثم صلى ركعتين جهر فيهما بالقراءة طبعا هذا الصلاة قبل الصلاة قبل ثم يدعو الصلاة ثم يتوجه إلى الخطبة كما سوف يت طبعا الجمعة خطبتها قبلها الجمعة خطبتها قبلها العيدين خطبتها بعدها كما مرى معنا وكذلك السقاء قلنا إن صفة وأحكامها كعيد بمعنى أن خطبتها بعدها الصلاة أول ثم الخطبة لكن هنا قال ثم صلى ركعتين لا أنت صحيح أنه سويت أن ركعتين قبل أن الركعتين قبل ثم الخطبة فتوجه فتوجه القبلة يدعو حول ذا وثم وصل ركعتين يجهر فيما في القراءة أيضا صلاة السسقة يجهر بها كالعيد يجهر يجهر بها في القراءة وإيضا يقرأ بسبح الغشية في الرقع والثانية وفي لفظ إلى المصلى المصلى له مصلى العيد أو مصلى الصحراء بمعنى أن يستسقف توجه إلى المصلى توجه إلى المصلى وعلى ما سوف يأتي نعم الحديث الثاني أنس بن مالك رضي الله عنه أن رجلا دخل المسجد يوم الجمعة من باب من باب كان نحو دار القضاء ورسول الله صلى الله عليه وسلم قائم يخطب فاستقبذ رسول الله صلى الله عليه وسلم قائما ثم قال يا رسول الله هلكت الأموال وانقطعت السبل فادعوا الله تعالى يغيثنا قال فرفع رسول الله صلى الله عليه وسلم يديه ثم قال اللهم أغيثنا اللهم أغيثنا اللهم أغيثنا قال أنس فلا والله ما نرى من السماء من صحاب ولا قضع ولا بيننا وبين سلع من بيت ولا دار قال فطلعت من ورائه صحابة مثل الطرس فلما توسطت السماء أنتشرت ثم أمطرت قال فلا والله ما رأينا الشمس سبتا قال ثم دخل رجل من ذلك الباب في الجمعة المقبلة ورسول الله صلى الله عليه وسلم قائم يخطب الناس فاستقبله قائما فقال يا رسول الله هلكت الأموال وانقطعت السبل فادع الله ينسكها عنا فيها أن أو ما في أن عندك أن في في عن يعني يمسكها عن قال فرفع رسول الله صلى الله عليه وسلم يديه ثم قال اللهم حوالينا ولا علينا اللهم على الأعكام والزراب وبطون الأودية ومنابت الشجر قال فأقلعت وخرجنا نمشي في الشمس قال شريك فسألت أنس ابن مادك أهو الرجل الأول قال لا أدري قال رحمه الله الزراب الجبال الصغار هذا الحديث الثاني حديث في تفصيل في الدعاء عن ناس المالك رلوان أن رجلا دخل مسجد يوم الجمعة بمعنى أن هذا ليس في حال صلاة السقاء لا إنما هذا في حال خطة الجمعة هذا الحال أو هذا السقاء أو طلب السقاء كان حينما كان النبي صلى الله عليه وسلم يخطب الجمعة قال أن رجلا دخل المسجد يوم الجمعة من باب كان نحو دار القضاء دار القضاء هذه ليست القضاء التي هو التحاكم لا هذه دار قضاء عمر الخطاب دار القضاء كان بيتا لعمر بيعت هذه الدار لقضاء دينه فدار القضاء يعني دار قضاء دين عمر قضاء دين لأن عمر كان عليه دين وقال بيته وفا قال ابنه عبد الله إذا مت فاقضي دينه وحتى كان دين كبيرا كان 28 ألف دينار كان كبير أو أكثر حتى 86 ألف أيضا فبيعت الدار وقضي بيها دينه رضي الله عنه فهي دار قضاء دين عمر لم يكن عند ذلك يقول دار قضاء تخاصم والخصوة لا هذه دار قضاء عمر وكان تقع في غرب مسجد كان تقع في غرب المسجد كان نحو دار القضاء فرسول الله صلى الله عليه وسلم قائم يخطب يعني يخطب جمعة يخطب خطب عادي يخطب جمعة فهذا الرجل دخل ووقف أمام النبي صلى الله عليه وسلم قال فاستقبل رسول الله يعني هذا الرجل الذي دخل طبعا الباب درقدا كما قلناه من الجهة غربية من الجهة غربي المسجد فدخل من الجهة غربي المسجد ومشى حتى صار أمام النبي صلى الله عليه وسلم ويخطب قال قائم يخطب فاستقبل رسول الله صلى الله عليه وسلم قائم ووقف الرجل وقف أمام النبي وسلمه على المنبر فثم قال يا رسول الله هلكت الأموال وانقطعت السبل فدعو الله تعالى بمعنى هذا الرجل دخل وقال يا رسول الله عندنا جفاف وهلكت الأموال بمعنى الأغالي من الأموال هنا الأموال الحية الذي تهلك بسبب الجفاف هي الحيوانات سواء كانت إبلا أو بقرا أو غنما أو نحوها أما الأموال الصامتة ما تتأثر بالماء فالمقصود الأموال هنا الأموال الحية الحيوانات وانقطعت السبل لأنه إذا صار في جفاف الناس لا تتحرك غالبا في جفاف لأنه لا تتحرك إلا إذا كانت عندها قدرة ومياها في الطريق وتحمل الماء فهذا الذي يجعلها تمشي أما إذا حصل جفاف وحصل قلة مياه تقل الحركة ويبقى الناس في أماكنهم ولا يستطيعون ينطلقون ليطلبوا معاشهم وأيضا يضربوا في الأرض فهذا الرجل كان بليغا فقال هلكت الأموال وانقطعت السبل يعني من شدة الجفاف ومن شدة ومن نقص المياه وغور الأبار أو جفاف الأبار أو نحو ذلك فادعوا الله يغيثنا يعني طلب من النبي صلى الله عليه أن يدعو الله عز وجل قال فرفع رسول الله صلى الله عليه بمعنى استجاب له وقال العلمين هذا دليل على أنه لا مانع أن الإمام وهو في الجمعة يخطب لا مانع أن يكلم من يرى حاجة إلى تكليمه كما أن لو أن أحد يحتاج أن يكلم الإمام ويخطب لا مانع أن يكلمه سواء يطلب نصيحة أو يرشاد أو ينبيه يقول له هذا مغلق أو هذا مغلق أو كذا أو حين في المكبر ويقول ترى لا نسمع الصوت عدل الصوت فهذا كله لا مانع منه لو أن يعني المأموم أو أحد المصلين يقوم للإمام وينبه إلى شيء حدث فلا مانع أو الإمام نفسه رأى رجلا على خطأ أو على تنبيه فينبه يا فلان اجلس يا فلان يقول يا اسكت فهذا كله معلوم أنه في الجمعة الأصل إنصات المصلون ما أمرون بالإنصات لا يتكلم لكن إذا كان هناك حاجة لا مانع أن يكون فقط بيد الإمام والمتكلم لا يكون لغط ولا يكون لغط لا يتكلم فقط الإمام ومن يكلمه فهذا الرجل فعلا قام وتكلم توجه إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال إنها هلكت الأموال وقضعت السبل فرفع رسول الله يديه ثم قال اللهم وغيتنا يعني طالب الغوث واستغث واستسقى قال أنس فلا والله ما نراه في السماء من سحاب ولا قزعة يعني أول ما دخل الرجل والمدين ليس فيه أي سحاب كان السماء صحو صحو للغاية ولهذا أنا يقسم يقول لا والله ما نكام ما كان في السماء من سحاب ولا قزعة لا في سحاب ولا قطع ولا قطع سحاب القزعة هي القطعة الصغيرة القطعة الصغيرة من السحاب وما بيننا وبين سلع من بيت ولا دار سلع هذا جبل جبل في مدينة وسلع موجود إلى الآن واسمه إلى الآن موجود وهو الشمال غرب الشمال غرب المدينة والآن وصله للبنيان الآن سلع دخل في بنيان المدينة لكنه على أهد النبي كان بعيدا جدا وكان في صحراء لم تصله البنيان وهذا مقصود أنه سلع بعيد بحيث أن ما في بنيان تحجب يشوف فنحن نرى السماء كله من بعيد جدا ما نرى شيء ما نرى سحابا حتى جاءت سلع ما كان فيه شيء لأنه يعني بمعنى أنه بر برية وواسعة ما فيه لا نرى سحابا ولا أثر للسحاب يقول يقول فلا والله ما نرى في السماء من سحاب ولا قزعة وما بيننا وبين سلع من بيت ولا دار بعنى أن فضاء ما في بنيان حاجب لا أنا أشوف كله فاضي ولا في سحاب قال فطلعت من ورائه يعني من ورائه سلع من وراء جبل سحابة قطعة مثل الترس الترس سواء زي الدرع الذي يتقي به المحاربون يضعه على يديه ويتقي به ضربات الخصم أو سواء سهاما أو نبالا أو سيفا يكون غالبا كبير ويسمى درع معروف فيقول فقال فطلعت من ورائه يعني من وراء جبل سلع سحابة مثل الترس فلما توسطت السماء انتثرت يعني توسطت فأمطرت ولا شك هذا طبعا من علامات نبوة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم ومن كراماته دعا فحالا مطروا وهم في الصلاة جاء المطر ونزل المطر قال ثم أمطرت فلا والله ما رأينا الشمس سبتا قال أسبوع كامل ما أمطرت أسبوع كامل من من الجمعة إلى جمعة وطبعا وطبعا قال سبتا بعض الشراح يقول أنه مقصود ما رأينا جمعة يعني من جمع جمعة قال سبت بعضهم يقول أنهم الأنصار والأوسو والخزرج كان عندهم اليهود واليهود هم الذي يعني عندهم السبت عندهم يوم السبت فهي مصطلح أخذوه من اليهود أخذوه سبتا بمعنى من سبوع سبوع من السبت إلى السبت ولا هو المسلمون جمعة ما عندهم سبت بمعنى من جمعة إلى الجمعة واليوم الذي فتد فيه مضاك كان جمعة والرسول يخطب لكن على كل حال لا يصطلح لا إشكال فيه يعني لكن هذا ما قاله بعض الشرح قال فلا والله ما رأينا الشمس سبتا بأسبوع كامل قال ثم دخل رجل من ذلك الباب في الجمعة المقبلة نفس الباب المجهة الدار الغربي فرسول الله صلى الله يخطب فاستقبل له أيضا قائما صر أمامه فقال رسول الله هلكت الأموال وانقضعت السبور يعني يعني ابن آدم ضعيف إن جاء الجفاف هلك وإذا زاد الماء هلك في الجفاف قال هلكت الأموال وانقضت السبور وهنا أيضا لما جاء الماء وزاد قال هلكت الأموال وانقضت السبور وهذا يدل على ضعف ابن آدم وأيضا وحياء قد يكون أيضا حتى نكرانه للنعم العز وجل فقال رسوله هلكت الأموال وانقضت السبور فدعو الله أن يمسكها عنا يعني انتهينا خرص قال فرفع رسول الله يديه ثم قال يعني نحظ الدعاء وهذا الأدب وهذا أيضا ما قال اللهم أمسكها عنها لأن الماء حياة والماء مهما كان جعله الله عز وجل حياة لابن آدم والحيوانات كلها والنبت فكان دعاء النبي صلى الله قال اللهم حوالينا ولا علينا بمعنى حوله عنا لكن دعه يكون في الأماكن الإنبات الأشجار والرعي والآبار والأنهار يبقى هناك لكن نفس المدينة قد لا نحتاج حتى لا فقال اللهم حوالينا يعني قريبا منا ولا علينا على رؤوسنا اللهم عدى الآكام والضراب الآكام هي التلال التلة الصغيرة أو الهضبة والضراب الجبل الصغير يعني خلنا على الأمكة رفعة حتى تنزل وتوى ثم لأنه إذا جاءت على الضراب وعلى الجبال تنزل وتكون تذهب إلى الأولية تذهب إلى الأولية لأن المطر أو الماء غالبا ينتقل من الأعلى إلى الأسفل ولا يستقل إلا في الأسفل ولهذا أبو تمام طبعا حينما زوجته طبعا ما عنده فلوسه ما عنده مال أنكرت عليه يقول ما عندك مال يعني عاد هو يعني أتى ببيت يعني بحيث أنه يعني يبين مكانته وكرمه فقال لا تنكري عطل الكريم من الغناء عطل يعني تعطل أنه ما عنده شيء وله نحن يقول فتاة معطلة بمعنى معنى حلي يعني خالي من حلي لا تنكري عطل الكريم من الغناء فالسيل حرب للمكان العالم وأنا كريم وعالي ولهذا والأموال ما تاته للناس المنخفضين أنا كريم ولهذا لا تتيني طبعا هذا شعر على كل حال والشعر يعني يقول يعني من حقه أن يدافع عن نفسه أمام زوجته لا تنكري عطل الكريم من الغناء فالسيل حرب للمكان العالي فالمقصود أن الماء فعلا ينزل من الأعلى إلى الأسفل فالنبي صليم يدعو أن هذا الماء يكون على الضراب وعلى الآكام حتى إذا وقع عليها ينزل وينجي في الأودية وإذا الآبار وتحفظه والله فأسغيناكمه وما أنتم له بخازنين ربنا وليخزره يخزره لنا في الأرض في الأعبار وفي الأودية ويحفظه لنا اللهم حوالينا والعلينا اللهم على الآكام والذراب وطول أودية وملاوة الشجر قال فأقلعت يعني توقف المطار ثم قال أنس وخرجنا نمشي في الشمس بمعنى أنها فالرسول أجاب الله دعاه في طلب المطر وأجاب الله دعاه في توقف المطر وهذا من علامات النبوة ومن كرامات عليه الصلاة والسلام قال شريك ربي الحديث فسألت أنس ابن مالك أهو الرجل أول هو نفس نجال الجمعة لك المادرية هو ولا غيره إذن هذا أيضا يدل على أن السسق يكون على ثلاث حالات السسق يكون على ثلاث حالات محال للسسق إما الدعاء مجرد أو صلاة السسق أو دعاء مع خطبة الجمعة في الحديث كما قلنا لكم أن صلاة السسق هي كصلاة العيد وفي حديث ابن عباس سؤل عن صلاة السسق قال خرج رسول الله متواضعا متبدلا متخشا فصلى ركعتين كما يصلي في العيد لم يخطبوا خطبتكم هذه خطبة واحدة في كل حال إذا صفتها كصلاة العيد بمعنى أنه يكبر التكبير الأولى ستا ست تكبير زوائد ثم يقرأ الفاتحة ويقرأ سورة الأعلى ويركع ثم يسجد ثم يرفع ثم يكبر خمسا الزوائد ثم يقرأ الفاتحة ثم يقرأ سورة الغاشية وإذا فرغ من الصلاة صعد المنبر وخطب لكنه لا يخطب خطبتين يخطب خطبة واحدة يخطب العيد خطبتان أما أما فخطبت خطبت واحدة كما جلت عليه الحديث وقالوا أيضا أنه كما قلنا المسلمون يخرجون متهيئين ويخرجون متواضعين ويعني يظهرون الذلة والمسكنة والحاجة والافتقار إلى الله عز وجل لأن هذا أدعى لأن يسجب الله دعائهم حينما يعلنون ضعفهم وحاجتهم واستكانتهم من ربهم هذا هي من آداب صلاة الاستسقاء والله عالم وصلى الله على محمد وعليه وصحبه وسلم